والأهم من ده إن إحنا نبقى متفقين وده يقينا مش محتاجين نسمع فيه رأي حد إنه الأهلي أبدا أبدا لن يدار عن طريق السوشيل ميدي لن يدار عن طريق الميليشيات الإلكترونية سميها زي ما أنت عايز تسميها ولن يكون لها أي تأثير لأهلي مؤسسة عارفة كويس جدا منهج عملها عارفة كويس جدا إزاي بتتحرك إزاي بتاخد قرارات إزاي توصل لتحقيق أهدافها اللي يهم في النهاية جماهير النادي الأهلي إنها توصل طيب نروح لحلقة النهاردة إحنا النهاردة حبينا نتابع منافسه أو منافسي النادي الأهلي في البطولات الأفريقية وأنتوا عارفين طبعا إن المواسم بره بتخلص بدري بدري فالفرق بالفعل بتخلص موسم انتقالاتها بدري وتبتدي فترة الأعداد بدري للدرجة إنه اتحاد العاصمة اللي هيقابلنا إن شاء الله في السوبر الأفريقي هيبدأ خلاص على وشك بداية معسكر إعداده في الجزائر واللي هيستكمله بعد كده برحلة لتونس فإحنا قررنا نهاردة نتابع أربع فرق بنشوفهم هما المنافسين الرئيسيين للأهلي في الموسم المقبل على المستوى الأفريقي هنتابع اتحاد العاصمة بما إنه في مواجهة منتظرة بين الأهلي وبين اتحاد العاصمة على كاس سوبر أفريقي وهنتابع الترجي هنتابع الوداد هنتابع سانداونز على كل ما يتعلق باستعداداتهم لموسم الجديد والمركاتو وخصوصاً في فرق بالفعل أبرامة صفقات إلى حد كبير ممكن تعمل نقلة أو تقدر تعتبرها صفقات من العيار التقيل هنتابع ونتابع ونشوف كمان أخبار النادي الأهلي وأطمينكم على العيبة الأهلي وعلى مدى جهازيتهم وخصوصاً اللي كانوا بعد بسبب الإصابة عندك إمام مفنش الموسم مصاب السلية مفنش مصاب بتولي كريم فؤاد أكرم توفيق محمد شريف ياسر إبراهيم دول كلهم مفنشين الموسم بإصابات والنهاردة هنتابع مع حضراتكم تقرير مفصل بحالتهم مين قريب جداً للمشاركة في فترة الإعداد ومين قد خلد عفتاح طبعاً يمكن واحد من أهم الأسماء اللي هتغيب عن بداية فترة الإعداد نتمنى له السلامة أصابته في الترقوة واحتياجه لفترة شهرين تقريباً على كل أحوال قبل ما ندخل في التفاصيل ونشوف الأخبار ونتابع قصة منافسي الأهلي في البطولات الأفريقية خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدأ حالات